ضمن خطة التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي للارتقاء بحياة أهلين الأولى بالرعاية من خلال العديد من المؤسسات اللي بتعمل تحت مظلته مؤسسة رعي مصر للتنمية إحدى مؤسسات التحالف أطلقت قافلة طبية للمواطنين بمنطقة المرج للكشف والعلاج والمتابعة بالمجان بعمل تحيئة للمكان بشوفي للناس محتاجة عيادات إيه المنطقة هنا كانت محتاجة رمض وبطنة وعزوم فعلا نزلت بالتخصصات دي علشان أخدم المنطقة وأهلينا طبعا نزلنا النهاردة من الساعة 12 وشغالين فعاليات لحد ما نوقف كشفات طبعا نتوفر معي العلاج مجاني والنظارات طبعا مجاني المفهود أن نخدم بما يقرب من 300 فرد فيه أقبال شديد جدا على الكشفات لأنه فيه مناطق مفتقدة حاجة زي كده تلات عيادات في تلات تخصصات مختلفة وهم الرمض والبطنة والعزوم لخدمة ما يقرب من 300 مواطن ومواطنة اللي بدورهم أقدموا الشكر والإمتنان للمؤسسة على المجهود اللي بيتقدم ليهم الكافلة أنا شايفها ماشية مظبوطة وماشية ملسفة كلها محترمة طبعا بيأخذ العلاج اللي هم بيعملوا عليه وفي نظارات بعض الأطفال أنا أول مرة أكشف فيها بصراحة تشكر الكافلة وربنا يدلكوا الصحة كشفت تكشف عزوم وبصراحة حاجة حلوة يعني اللي هم يعملوا كده دايما يعني كشفوا كويس ومتزمين الحمد لله ده خير كده يعني ربنا يستلح لكم الحال ويبارك فيكم طبعا نحن بنحييهم على المجهود اللي هم عملوه وليهم مني كل الشكر يعني نشاط التحالف الوطني اللي عمل الأهل التنموي مش بينتهي من خلال مبادراته المختلفة اللي بتفيد المواطنين بشكل مباشر في كل النواحي لتحسين حياتهم وتوصيل الخدمات المختلفة ليهم ورفع العبقة عنهم وفي مركز أبو المتمير في محافظة البحيرة نظم التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي ممثلا في جمعية رسالة فاعلية شاملة لدعم أهلين الأولى بالرعاية نشاهد